يا رب يوفق صلاح يا رب يلعب الفاينال بإذن الله ويبقى كامل صحيا كامل هو واضح انه كان عنده حاجة في العضلات تقريبا العضل الامية والعضلات ضمة ليفربول ما طلعش حاجة واضحة بهذه الاصابة بس ان شاء الله يبقى موجود في الفاينال قدام ريال مدريد ويكسب دوري أبطال أوروبا للمرة التانية في تاريخه عندها لقى مصر يا جماعة بينافس على انهاء دوري أبطال أوروبا للمرة التانية هو طبعا عنده التالت فاينال مع ليفربول بس بينافس على البطولة للمرة التانية ممكن ياخد البطولة للمرة التانية انت متخيل يا مؤمن متخيل يا نهرب يض ده أكتر من أحلامنا راجل ده حقق اللي هو أكتر من أحلامنا محمد صلاح محمد صلاح الاسم العظيم ده خدوا بالكوا يا جماعة خدوا بالكوا ان احنا مش بيجينا كل يوم محمد صلاح عد حاجاتك مش كل يوم بيجينا محمد صلاح كلهم لعبة كبيرة وعظيمة في تاريخ مصر واسمها محترمة جدا وقدوا وكتهدوا وساعدوا منتقى مصر وكل الفرق اللي لها بولي بيبليها بس محمد صلاح لأ النموذج ده مش بس مجرد لعب كورة حمينفاش تعلم مع محمد صلاح انهم مجرد لعب كورة لأ ده أثر في أطفال قد ايه في الشباب قد ايه بقى نموذج وحلم لشباب قد ايه الراجل اللي جاي من نجريج اللي بقى موجود دلوقتي اسمه أبرز اسم في العالم ده مش بيخلي عند الشباب كلهم طموح عظيم ما هو ده زي زيه زي ما بيقولوا كده شرم من لها زي وزي عادي كلنا نقدر فنموذج مثال نقعد احنا نجرح وانشغبط وانزع و لكن اي حد لازم هتقول لي يعني هو ايه يعني خارج الانتقاد والهجوم ومش عارف ايه هو مين لا طبعا اي شخص في الكون بينتقاد عادي بس لازم تقدر قيمة محمد صلاح لازم عشان لما يبقى بكرة فيه واحد تموحه يبقى محمد صلاح ما يقولش يعني هنا لو بقيت محمد صلاح يعني الناس هتقول عليه ما هتقول عليه زي ما قالوا محمد صلاح مش عارف بيعمل ايه وبيعمل ايه لا اده المثل ان الراجل ده اللي بيشرف بلده اللي بيرفع راسنا للسماء هنحطه فوق الراس طول الوقت عشان حد غيره شايفه لما يعمل كده يبقى عارف انه هيتحط فوق الراس وهيرفع رقبنا ونفضل نشجع ونهتف باسمه